اشتركوا في القناة اخذنا في الدرس السابق تحديد الانماط هي طريقة تكرار في الالوان هنا يوجد لدينا مكعبات مكعب احمر مكعب اخضر مكعب احمر مكعب اخضر يأتي بعده مكعب احمر ثم مكعب اخضر هذا النمط اخذناه في الدرس السابق وهو تكرار للالوان اليوم سوف ننشئ نمطا بالاشكال لننظر الى هذه الصورة لدينا هنا مجموعة من الازرار لدينا مريم تستخدم هذه الازرار هل يمكنكم تحديد النمط؟ احسنتم النمط هو عبارة عن تكرار الاشكال سوف نكرر زر اصفر بعده زر ازرق ثم ازرق يا ترى ما هو الزر الذي سنكمل فيه هذا النمط؟ بأي شكل ولون سيكونون؟ احسنتم الزر الاصفر هو الزر المكمل لهذا النمط لنأتي الى هذه الاشكال هنا سوف نكمل هذا النمط بعد التحديد لدينا في هذه الاشكال مربع ازرق دائرة حمراء دائرة حمراء مربع ازرق دائرة حمراء دائرة حمراء مربع ازرق يا ترى ماذا سنضع بعد المربع الازرق؟ فكروا لمدة خمس ثوانا اي لون سوف نضع؟ احسنتم لقد سمعتكم سوف نضع دائرة حمراء هل سنكتفي بواحدة؟ لا سوف نضع الثانية احسنتم لنكمل النمط اذا اردت ان اضع قطعة هنا ما هي القطعة التي سوف اضعها؟ احسنتم المربع الازرق وبهذا انشأنا نمطا بهذه الاشكال لنأتي الى هذا النمط هذه الازرار لدينا زر احمر زر احمر زر ازرق زر احمر زر احمر زر ازرق زر احمر زر احمر وزر ازرق السؤال اي الازرار سوف اختارها لأكمل هذا النمط؟ هيا اجيبوني احسنتم سوف نضع الزر الاحمر لان وحدة النمط هي زران احمر وزر ازرق لنأتي الى النمط الاخر زر اخضر زران باللون الاصفر زر اخضر زران باللون الاصفر زر اخضر وزران باللون الاصفر هل يمكنكم ان تتعرفوا على وحدة النمط؟ ما هي الاشكال المتكررة؟ احسنتم زر اخضر زران اصفر السؤال بعد الزران الاصفر اي الازرار سوف نختار؟ الاخضر ام الاصفر؟ هيا يمكنكم رسم اجاباتكم في السبورات هيا اسرعوا واحضروا سبوراتكم اروني رسوماتكم؟ احسنتم الزر الاخضر الزر الاخضر هو المكمل لهذا النمط لنأتي الى صورة الاخرى زران باللون الاصفر زر احمر زران باللون الاصفر زر احمر زران باللون الاصفر وزر احمر وحدة النمط هي رائع زران باللون الاصفر وزر باللون الاحمر الان ما هو الزر المكمل لهذا النمط بعد الزر الاحمر؟ ارسموا اجاباتكم في السبورات اسرعوا احسنتم اجابة صحيحة الزر الاصفر هو المكمل لهذا النمط الآن نمط اخر لدينا هذا النمط زر باللون الازرق زران بالاخضر زر باللون الازرق زران اخضر زر ازرق وزران باللون الاخضر وحدة النمط هنا اجيبوا اسمعكم احسنتم زر باللون الازرق وزران باللون الاخضر الآن اي الازرار سوف تختارونها لإكمال النمط؟ اجيبوا في سبوراتكم رائع الزر الازرق هو الذي سوف يأتي بعد الزران الاخضر الآن لدينا النمط الآخر زران باللون الاحمر زر ازرق زران باللون الاحمر زر ازرق زران باللون الاحمر وزر ازرق وحدة النمط ما هي؟ احسنتم زران باللون الاحمر وزر ازرق ماذا سوف تختارون هنا لإكمال النماط الزر الأزرق أم الأحمر أحسنتم إجابة رائعة إنه الزر الأحمر المكمل لهذا النماط الآن لدينا هنا زر باللون الأزرق وزر باللون الأصفر يمكنكم أحضار بعض الأزرار إن توافرت لديكم أو يمكنكم استخدام السبورة والقلم للرسم على السبورة هيا يمكنكم الآن إنشاء النماط باستخدام الزر الأزرق والزر الأصفر هيا أنشئوا أي نمط تريدون لديكم دقيقة واحدة رائع إجابات رائعة انظروا إلى النمط الذي قمت بإنشائه هنا أزرق أصفر زر أزرق زر أصفر زر أزرق زر أصفر هل يمكنكم إنشاء نمط آخر؟ بالطبع يمكنكم ذلك هيا دقيقة أخرى أنشئوا نمط آخر انظروا هنا نموذج آخر ونمط آخر قمت بإنشائه في هذا النمط قمت باستخدام زران أزرق زر أصفر زران أزرق أصفر زران أزرق وزر أصفر الآن يمكنكم إحضار بعض الأشكال يمكنكم صنعها من الورق وإنشاء أي نمط تريدونه هيا لديكم دقيقة واحدة لأرى أعمالكم رائع نماذج رائع يا أصدقاء الآن انظروا إلى النمط الذي قمت بإنشاءه هنا مستطيل أزرق مثلث أصفر أزرق مثلث أصفر مستطيل أزرق ومثلث أصفر جميع إجاباتكم رائعة أحسنتم ولمزيد من التدريب يمكنكم الرجوع إلى كتاب التمارين صفحة 19 شكرا لكم وألقاكم في درس آخر إلى اللقاء